السلام عليكم ومرحبا بكم جديد على قناتي بقناتكم اليوم فيديو جديد وطبيعة الحال ووصفة جديدة جبت لكم اليوم حلوة للعيد حلوة سهلة بسيطة كتوجد في عشر دقيق بدون فرن بدون بيض بدون دقيق يعني بواحد مكوين بسيط سهل متواجد في كل بيت اللي هو سلو كيشيت من رمضان إذا ما باش ما يبقاش نصيبو به الحلوة وصراحة قد عجبكم هات الحلوة بساف وباش تعرفوا على الطريقة والمقادير قد تبعوا معي الفيديو بسكوين جوج باكيات هيرنيس كبار وحدة صغيرة ونحتاج كذلك ساشي ديال كاكاو الحلوة هنا نفس المقدار ديال البيسكوين يمتحون هو نفسه اللي غناخد ديال سلو نحتاج كذلك كس كبير ديال العنبة ديال الحليب مركز المحلل اللي كنت سخنت هنا سخنت ودفيته حيث كان في تلاجة والعسل اللي جمع هاد الحلوة سأخذ الطحانه وندير فيها هاد البيسكوين باش نطحنه مزيان انطحنه مزيان تنرجع بودرة بالنسبة الهنا اللي ممتوفرش عنده هيرنيس وعنده شصاب لاخر فضة نعطيكم المشحال في كل علبة العلبة الكبيرة كيكون فيها خمس وثماني جرام العلبة الصغيرة كيكون فيها خمس واربعين مهم بحال هاك تقريبا مهم كدور بعين كيكون فيها بالطبس مهم كتحسبوش يعني ديروا هاد الوزن نحسبوش حال غيجيكم تقريبا وديروها في المكان ديال هاد هيرنيس مهم كنطحن هاد البيسكوين مزيان تنحصل على هاد النتيجة اللي غنوريكم دابع نحاول نقرب لكم شوية الكاميرا باش يبال لكم كيف داير راه مطحون مزيان حيث علاش طحنتو لان نسلو ما كان طحنوش انا مزيان كي يعني كنخلي في شوية ديال الرقايق مثلا زجلان كخلي ما مطحونش مزيان كذلك اللوز شوية كي يجيني مهربش هكا كي يجبني مهم غناخد واحد البولو لواحد الإناء فاش غنخلط هاد المكوينات كابلة غنكم في هاد البيسكوين مطحون غنزيد عليهم هاد سلو غنزيد علي هاد البيسكوين سلو بطبيعة الحال وغنحاول يعني ننمزجهم مزيان لان سلو ميددم والبيسكوين لا مهم اللي بده حسيت بان انا خلط هاد المكوينات كاملة غنزيد عليهم هاد الكاكاو الحلوط قدروا تعودوه بدك يعني شوكولات البودرة اللي كدار مع الحليب الوليدة صغرته وكتجي رائبي مهم هنا هنزيد كيما اكتليكم من قياس دي الكاس عنوبة دي الحليب المركز لمحلة هاد الحلوة يقول لك هاد العسل بيسكوين حلوة هاد العسل حلوة هوا غتجي حلوة انا لا اقول لكم واحد الحاجة ما غتجي حلوة لان اسلو انا ما كان خليش حلو يعني ما كان نحليش بزاف ما كان نزيدش لي هاد العسل بزاف وما كان ديرش فيه هاد السكر غلاسي بزاف يعني كي يجي في المدق دياله شوية ما قص في الحلاوة هاد اكش علاش هنا هاد حلوة جت صراحة حزوينة رائعة بحل الحلوة اللي كنديره بالكاوكا ويلا غير ديال مهم هنا بان ليه انا مليزة هاداك اللي بمركز محلة مزامة جمعات اللي انا بقى نزيدش في الحلوة ديالي شوية بشوية حتى نحصل على واحدة يعني خليط اللي هو متماسك اذا نغير وريكم القوام كيفاش غتجي ديال هاد العاجينة وقبل ما ننسى الى كنتوا اجداد على القناة ما تنسوا اش تفعلوا الجرس او الضغط على زر الاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلا اعجبكم الفيديو في الاخير ما تنسوا اش تعملوا لايك بارتجيو هاد الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديركم باش تدعموا الفائدة وبطبيعة الحال تكبر القناة اذا هنا زيت الكيمياء اللي بغي ديال العسل كما تلاحظوا بدات كتتجمع يعني ولت بحل عجينة هنا غنبدا نكور فيها على شكل كويرات تقدروا تديرها على اي شكل لانها كاتمشي معاكم غير كتجيكم شوية قاصحة في اللول ولكن انفو كتخدموها بديكم كتجي صار حزوينة وغنوريكم القوام ديالها في الاخير وطبيعة الحال راشتوه في اللو بديا الفيديو اذا كنكورها على هات الشكل انا اخديت ديرت الحجم ديال الكويرات حجم متوسط خرجت لي ات قريبا لخمسين حبة خمسين حبة اللي خرجت لي ات قدروي ديرتهم على حجم اللي هو صغر من هذا تخرجوا كتر من خمسين حبة منذ كورتها هي العجينة كاملة و ذكا الخالدة كامل دوبت الشوكولات لك حلو الشوكولات السوداء من نوع غالا زيتها 4 شوكولات للاو الأبيض من نوع ماكاو انا مكاش عندي غالا كوكر متوفر عندي غالا كتجي اسهل وزتو شوية دي الزيت باعتبار ان الشوكولات البيض ماكا ومن اللي كتدوب وكيجي معجن يعني خاص نزيد اللي الزيت ضروري باش يجي سائل لك شغل ازتو شوية الزيت يلا كنتو استعملتو الشوكولات الاسود والشوكولات اللي كحلو الشوكولات البيض منه وغالا ما تحتاجو نهائيا تزيدو التأضافة نهائيا حاجة ثانية يلا كنتو كتحسو بالشوكولات ديالكم دي ما كيسيح لكم وخصا فهذا الصهد ما كيشدش فراسو إلا مدرتوه في التلاجة كهذا للا بطبيعة الحالي لستعملتوه كطلاء ديال شي حلوة معينة زيدوهم علقة صغيرة ديال النجا وخلطوهم زيان را كيجي شاد فراسو كيجيزوين مهم انا خديدوك الكويرات ديال الخاليط غطستهم هنا في هاد الشوكولات بها الطريقة كنديرها على الفورشيت كندرب شوية بالفورشيت ونحطوه على واحد الطاول اللي فرشت فيها ورق الطبخ ونجرها شوية باش نحيتك الزائد ديال الشوكولات بهذا الطريقة كي مشتو دابا اغا ندخلها للتلاجة باش تبرد غير باش نصرع العملية بطبيعة الحال ومليت برد نرجع معاكم باش تشوفو كيف دايرة بعد ما جمد الشوكولاتة او الشوكولات خرجت هادوك الكويرات من تلاجة كي مشتو معايا شوكولات جمد وبرد مزيان دابا غنزينهم مش شوكولات البيض لكن تدوبتو في حمام مريم بطبيعة الحال عندي شوكولات ابيض ما كاو ضروري تزيدو له الزيت ايلا عندكم غالا بلا ما تديرو هاد الاضافة الى الزيت غالا كي يجيز وين وسائل مليك تدوبو المهم انا درتو في بلاستيكا وغنطق بها ديك البلاستيكا وغنبدا نخطط على هاد الشكل في هاد الاتناء كنت انا يذليز عما بيت نخطط كل شي بمره ولكن ما صدقتش لي غنبدا نخطط وحده بوحده تقدروا في هاد زين تستعملوا ايضا الشوكولات الاسودة او الشوكولاتة بالحاليب او اي طريقة اخرى تقدروا تلونو الشوكولات الابيض وتعطوه لون اخر وتزوقو به انتو ما كتبقى لكم الاختيار انا هذا الشي اللي متوفر عن ديراني زوقت به هاد الكوارات بطبيعة الحامل اللي غنسالي غندخلوا مرة اخرى التلاجة باش يجمد لي بسرعة ونوفر على راسي الوقت ونرجع معاكم باش تشوفوا النتيجة او الشوكولات بعد مجمدة الشوكولاتة سوف نأخذ هاد الكوارات اللي خاصين هاد نوع ديال الحلويات ونأخذ هاد الكوارات اللي صايبت من الخليط ديال البيسكويت وثلو ونحيد لهم هاد الكوارات اللي كين في الاسفل ونضيرهم في الكوارات بطبيعة الحال الى بيتو تجيكو بديك لكوش ديال الشوكولات او الشوكولات غليطة من اللي اغتصناهم في المرة اللي اولا ديال الشوكولات لكحل دخلهم التلاجة يجمدوا وعاودوا اغتصوهم المرة الثانية حتى اتخذوا الى ثالثة والمهم شي حال ما بغيتو مهم تجيكم ديال الشوكولات غليط انا اللي اقدر تعيكو شو واحدة باركة يعني يكفيني ذاك اللي قدر انك يعجمي شوكولاتيكو شوية عقلي وصافي مهم كتجي نتيجة صراحة رائعة كويرات كيجو زوينين بزاف صراحة المدق ديالهم مهم ان شاء الله تجربوهم وتعودوهم وتسلو ديال رمضان ما يبقاش شايد خصوصا الاكتر يعني رمضان كيتكل دايما كيتكل دايما ما كيبغوش ياكلو هالطريقة كتجي احسن ان شاء الله نشارك معاكم حلو اخرى بكاداليك بسلو وغتعشبكم ان شاء الله مهم كان بدا نستف وكان وضح هاد الكويرات في هاد الكويرات حتى كنسة لي تقدرو هاد الكويرات ولا هدعفون هاد الكويرات توضعوهم في التلاجة لكن تسلوك توضعوه في التلاجة ولا توضعوه عادي يعني في الكوزينة ديالكم انا بسبب لي اسلوه ما كديروش في التلاجة يعني انا محتاجش نهائيا نديرهم في التلاجة يعني كيجي الشكل النهائي ديالهم على هاد الشكل صراحه كيجو فنين وانتملنا تجربوهم وطردو عليها في التعاليق تبارتجيو الوصفة مع احبابكم واصديقاء ديالكم باش تعمل فائدة هنا تقريبا كما كديكم شطرية 50 حبة ربقى ولياش يوحدين اخرين هنا في الطاوة را ما زال غنديرهم تهوان في الكويرتات ونديرهم في الشيط بيصيل اخر ولا في الشيط بوطن بنسبال سلو انا اللي استعمل تراها انا كنسلو ديالي القوام دياله يكون غاني باللوز وبزجلان وبالكوكو وما كديش فيه الدقيق نهائيا يعني كناخد دقيق الفورس كنحمر وما كنحمروش ميما نقسم معاكم واحدة باش تشوفوها كي كي جي في الداخل كي جي رائع جدا حتى المنظر ديالها كي شهي واتمنى صراحه تجربوها وخليتكم على خير والسلام عليكم إلى فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر